بسم الله الرحمن الرحيم بسم منصة تكامل الإنسانية نرحب بالدكتور هاني البنة رئيس منتدى العمل الإنساني العالمي ومؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية في محاضرة قيمة من المحاضرات المنصة العمل الإنساني قيمة إنسانية جامعة تفضل دكتور حياك الله أزاك الله خير يا أخت مشام أنا طبعاً بهني الإخوة والأخوات كلهم بخواتيم شهر رمضان المبارك أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركة وعلى ذلك جعلكم جميعاً من عتقاء هذا الشهر آمين ويكون خير رمضان ليس فقط المسلمين بل يكون لغير المسلمين كذلك فيما نقوم به من أجل خدمة الإنسانية جامعة إن شاء الله شريحة التانية أنا تكلمت كتير جداً في حكاية التعريفات وعندي تقريباً حساسية كبيرة جداً من إحنا دايماً بنستعمل تعريفات بتجلنا من بره فذلك أول مدخل ليه في الكلمة اليوم هي التعريفات وأثرها علينا ليه لأنه نحن بناخد تعريف الناس فكروا فيه وبنحفظه ونطبقه زي ما هم فكروا فيه قد يختلف هذا التعريف في مدلوله ومنظومته فلسفته وفكرته وثقافته عن ثقافتنا وفكرتنا وفلسفتنا لها لما أنا أذكر كلمة إدارة التوارئ وإدارة الشؤون الإنسانية بدأ النقاش فيها في أول الألفية هذه وتحولت اسم إدارة التوارئ إلى إدارة الشؤون الإنسانية وكلنا مشينا وراء هذا التحول اللي كان بتقوده مؤسسات ومية ودولية كبرى هذه بالنسبة لنا كلمة إنسانية فطفادة وكبيرة وتحتوي الجميع فخرجنا من كلمة إميرجنسي أو ريليف إلى هيمانيتاريا والاثنين اليوم مدلولات في اللغة العربية مختلفة تماما لكن إحنا مشينا شبر بشبر ودراع بدراع حتى إذا دخلوا جوح ردب دخلنا وراهم خلاص المشكلة فين يا شباب في المقدمة بتاعتنا إن المشكلة في الفكر وليس في الكرش كرش والبط والأسف كل حلولنا بتقوم بتغذية الكرش وليس تنمية الفكر تغذية الكرش وننظر لأغلب المشاريع اللي بتقوم للنازحين واللاجئين وكذا 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 حنعية مشاريع كرشية وليس مشاريع فكرية مشكلة يا شباب في المقدمة في فلسفة ما يأتينا من الآخر ناخده من غير ما نمرره على عقلنا وثقافتنا وقيمنا وإحنا إحنا 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 العرب اللي صنعنا فلسفات علم الاجتماع اللي وضعه ابن خلدون رحمة الله عليه مشكلة يا شباب في قصر فهم المسؤول المسؤولة الجمعية والمؤسسة لا في ازدياد حاجة المغلوب على أمره من أصحاب الحقوق قصر الفهم يختلف عن ازدياد الحاجة لن نستطيع ننبل حاجة إذا كان عندنا فهم قاصر مشكلة في الفكر التقليدي اللي بتتبعه مؤسساتنا وليس في المسار التجديدي اللي بتتبعه الآخرين اللي بيصدروننا الثقافات والتعريفات والأفكار بتاعتهم ده هذا جزء من منظومة هذا جزء من مشكلة منظومة تبعية التعريفات احنا بنعاني من منظومة سماعة تبعيتنا في التعريفات اللي بصدرها الآخرين وهماعامل في إنجاح هذه التعريفات لهم بصدرها لنا ونصر في العالم هو ايه وتكون الانتحادات عشان نعمل رؤى والسياسات استراتيجية تفيد العمل كله تفيد العمل كله هم بيتكتفوا ويتأزروا ويتكملوا ويتواصلوا عشان يصدروا لك فكر قد يكون يختلف عن فكرك الشريحة الثانية ده أثر التعرفة العمل الإنساني مش هو العمل إغاثي فقط زي ما تغير التعريب بتاعه في الألفية دي عمل إنساني في رأيي أنا الشخصي هو كل عمل يقوم بالإنسان ليس من أجل الإنسان فقط بل من أجل إسعاد كافة الخلائق والمحافظة عليها لأننا مستخلفين نحن مستخلفون على كل خلقة من خلقها الله سبحانه وتعالى فيها روح أو جماد أو ماء أو إلى آخر يعني العمل الإنساني بالنسبة لنحن في اللغة العربية هو ليس من أجل الإنسان فقط بل هو من أجل إسعاد كافة الخلائق والمحافظة عليها جميع أنواع العمل الإغاثي دي جزء من عمل الإنسان حروب كورس طبيعية والحروب جميع أنواع العمل ده كل ده في تعريفاتي أنا أنا شخصيا تعريفاتي أنا لأنا أؤمن بيها لذلك أنا بقول اللي أنا بأؤمن بيه مش مهم إن أنا أردد ما يقوله الآخرين لكن مهم إن أنا أفهم مهمه ويقوله إيه عشان أستطيع أن أقول ما أريد أن أقوله وأوصله الآخرين هو أنواع التأهيل عمل التأهيلي بأهل المجتمعات في مراحل النموة الأفقية والرأسية الأفقية يعني التمدد الجغرافي الرأسية هي التمدد الفكري الأبعاد الفكرية الأبعاد الفلسفية الأبعاد الثقافية بتاعتنا والذي يدفع المجتمعات إلى النمو والرخاب العمل الإنساني عايزني هو عمل مجتمعي بيكون مؤسسات مجتمع مدني تخدم كافة أنساكة المجتمع المدني العمل الإنساني أيضا العمل الإنساني هو عمل أهلي كل حاجات دي موجودة في التعريفات بالغربية عمل خيري عمل أهلي غير ربحي وبيقوم على المبضات الفعارة للشراكات دون أن يكون في عائد ربحي هو عمل حقوقي في الدفاع عن المحتاجين وغير كده كل هذه بالنسبة لي أعمال إنسانية لأن تعريف إنسانيتنا تكون شاملة أسمل من الإنسانية المحددة للعمل اللي هو الإغاثي والعمل الطوارئ فقط اللي اتفقوا عليه في مطلع هذا القرن فضل إيه بقى العمل خيري باعتباره قيمة إنسانية جميع إيه أهميته بقى العمل خيري مفهومه والعمل التقريدي يليس يخرج من الجماعات الخيري ده اللي احنا عارفينه اللي علمه لنا اللي علمه لنا يعني اللي هو زكاة الفطر كفالة اليتيم كفالة الأرمالة كفالة الطالب شنطة المدرسية اللي بتقوم بها دور العبادة فاحنا علمونا واحنا شباب صغرين دي كل اسمها هي أعمال خيرية أعمال خير مش أعمال إنسانية لو ده هو عمل خير فهو جد من عمل إنساني أنا بتكلم عنه زي ما نقولت في النقطة اللي فاتت تعود شريحة إنهم غيروا تعريف الإغاثة والطارق من ريف الاميرزنسي لحاجة اسمها هيمانيتيريان ريسبونس يعني يعني الناس حجموا حجموا كلمة إنسانية للإغاثة والطارق أما إنسانية عندنا احنا في لغاتنا العربية فهي وسعة مترامية الأطراف فده بالنسبة لنا كلمة عمل خيري اللي هما بيعتبروه هما الآخرين إنه هو عمل تقليدي مش عمل مهني أو حرفي عمل مبادرات عمل جمعيات صغيرة عمل محليات لكن هو جزء كبير جدا بالعمل الإنساني أما يتكلم عنه أو العمل الإنساني أنا بتكلم عنه تشريحة لبعض كده للعمل خيري في مبادئ وأخلاق وقيم مفيش عمل في الدنيا يستطيع أن ينمو وتقبل المجتمعات دون أن يكون عنده قيم ومبادئ وأخلاق عمل اقتصادي عمل سياسي عمل رياضي عمل مهني حرفي عمل صناعي عمل أمني عمل عسكري كل هذه الأشياء يجب أن يكون عندها بين مبادئ وقيم وأخلاقيات المهنة عمل تعليمي عمل تربوي لكل هذه الأعمال الخير أو العمل اللي بتكلم عنه هو من قوله متعارف على هذه الأخلاقيات والقيم والمبادئ علشان إيه هذا بقى تحسين واستقرار الأمن والأمان المجتمعي لكافة أفراد المجتمع لكافة أفراد المجتمع وأيضا فطرة ما فيش مخلوق ربنا خلقه إلا بيحب عمل خير يعني النملة لما كان بتحاول تحافظ على أخواتها النملة من جيس سليمان هي وظيفة ومهمة وعمل خير في نفس الوقت منك وهكذا هتلاقي كل الحيوانات والطيور والحشرات بتحاول تسعب بعضها البعض داخل الأسرة اللي بتكونها نهيك عن الإنسان اللي هو ربنا خلق له كل هذه المكونات الخلاقية في الحياة لكي يتخدمه ويخدمها يبقى هو فطرة موجودة داخل كافة خلاق وهو فرد عين تكليفي معناها إيه معناها إفعال الخير إفعال الخير ربنا الخير ده ملوش حدود يعني حتى وحنا في العشر الأخير من رمضان دخل سيدنا عبدالدنا مصعود على شاب معتكف وقاله لقد سمعت تصاحب هذا المقام أو هذا القبر يقول المرء أو المؤمن الذي يخرج في طلب حاجة أخيه استجابة حاجة أخيه بيكون هو خير له من أن يعتكف في مسجد هذا شهر أو شهر حسب الرواية يعني معناها إيه؟ يعني معناها قضاء حوائج المستضعفين في المجتمعات في أهم أوقات العبادة الفردية لنا في السنة اللي هي الأعتكاف في رمضان تكون أكتر أكتر نفعا للمجتمع من العبادة بتاعتي شخصية بعتكف عشان إيه أزكي نفسي أما قضاء الحوائج بتاع الناس ده فدي عبادة مجتمعية فهو فطرة وأغلب الموضوعات الإنسانية بتكون تبدأ عاطفية حريقة زلزال فيضان اغتصاب قتل كما هو هكذا سلب إلى آخر وبقيم بتتحول بطريقة حب الخير يعني بنشوف منظر قدامنا إن حد بيغتصب حدا وبيقتل حدا وبيضرب حدا فاعل عاطفيا وبعدين بيحاول بعد كده نفجر ثقاتنا لكي نوجه أمكانياتنا علشان ننمي هذه العاطفة داخل أفئلاتنا وبالتالي ننميها داخل مجتمعاتنا يبقى هو بيبدأ عاطفيا فعاليا تحب الخير وعمر الخير بجعل الإنسان يفجر ثقاته وملكاته وأستطيع يتمكن في حب المجتمع لو وحبه المجتمع فنحن نبدأ بطريقة عاطفية هذا العمل هي بذرة العمل الخير العاطفة هي بذرة العمل الخير من يملك الجمعية كتير جدا من الشباب سألنا السؤال دا يمكن في خلال عشرة وعشرين سالفة اللي يقول لك المتبرع اللي يقول لك رئيس مجلس دارة اللي يقول لك المؤسس اللي يقول لك الموظفين اللي يقول لك مش عارف الحكومة كل دول مش اللي احنا عايزين هو الذي يملك المؤسسة بالدرجة الأولى هو أصحاب الحقوق من الفقراء والمحتاجين المساكين لأن يأتي المال لهذه المؤسسة من أجل إسعاد أو إدخال البهجة أو السرور على أصحاب الحقوق ثم فيما بعد ذلك المجتمع وحذاري لأي مؤسسة أو أي مجلس إدارة أو أي شخصية أن تحق بالمعلومة عن المجتمع المجتمع هو المالك الثاني للمؤسسة المالك الأول المؤسسة اللي عنده اللي هو يعني زي ما تقول إيه أصول بنبت يعني يكون الفقير اللي هو أصحاب الحقوق هم عندهم خمسين في المية من اللي هو أصول هذه الملكية ويكون المجتمع عنده خمسة وعشرين وثلاثين في المية وباقي الأشكال دي كلها خمستاشر لعشرين في المية أما الأصل الأول فهو الأصحاب الحقوق والذي يغفر عن هذا فهو جاهل أو متجاهل أو مغرد أو يحاول أن يسيس هذه الجمعيات بقوانين إن لم تخدم صاحب الحق الأصلي فما لنا بهذه الجمعيات يعني صاحب الحق الأصلي هو ده اللي بيصرف علينا من الدخل بدنا مرتبات وبدلات وسفر وكل حاجات دي كلها من يملك الجمعيات تضلوا إزاي نعمل عمل إنساني بقى لابد ما فيش عمل إنساني حيكون ملموس وملاحظ وعنده أثر إلا من خلال جمعيات ننتجاه صحيح واحد يقول لك ده فيه مبادرة ما فيش مشكلة نبدأ بمبادرة ده فيه فكرة ما فيش مشكلة نبدأ بفكرة ده فيه رأي ما فيش مشكلة نبدأ برأي وهكذا ما فيش مشروع ما فيش مشكلة نبدأ بمشروع كل هذه الأشياء بعد أن نبدأها عليه لابد أن نحولها إلى شيء معيكل شيء لي أتر وسياسات وستراتيجيات ورسالة وقيم وإخلاقيات ومبادئ ومحاسبات ومرقعيات كل هذه الأشياء بإن بدأنا بطريقة فردية فلابد أن نحول هذا العمل إلى أن يكون من خلال مؤسسات مكتبع مدين بتعمل مؤسسات مكتبع مدين بتقدم خدمات اجتماعية اللي هي إيه بشدها على مزاقها وقد يقول لك أنا أعمل جمعية عشان تعمل كذا طب المجتمع مش هايز كذا ده ده من خدمات اجتماعية اللي بيحتاجها المجتمع ليه؟ لأن مؤسسة المجتمع المدني دي هي الشريك التالت ليه؟ في بناء الدولة وبناء الوطن مع الحكومة ومؤسستها ومع اللي هو القطاع الخاص أما بالنسبة لعالم العربي أنا أعتقد أن فيه أربع شركاء لأن إحنا إحنا والأسف في العالم العربي نحمل البحث ونحمل الدراسة ونحمل الفكر ونحمل التوجيه فأحنا في العالم العربي لابد أن نضيف بالرغم من هو مؤسسة المجتمع المدني لابد أن نضيف إلى مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص اللي هو الرفحي مؤسسات البحثية الأكاديمية اللي إحنا ما بنتكلمش معها خالص والفكرية التوجيهية اللي إحنا عمرنا مؤسسنا مؤسسة اللي إحنا نسميها think tank أبدا وهم المؤسسسين دول أساس تغيير السياسات والاستراتيجيات والتوجهات في العالم كل اللي هم البحوث الأكاديمية والفكر التوجيهي فضل من أدوار بقى مؤسسات المجتمع المدني أول دول من أدوار من قومة المتغييرات السلبية في المجتمع محليا وعالميا بتشوف قاعدة على الأرض بتشوف كل مشكلة في الأرض بتشوف كل سلبية في الأرض بتكون فجوة في الأرض في المجتمع عزي في المجتمع فجوة فجوة في المجتمع وبتحاول تتملأ هذه الفجوات وتحول هذه المتغيرات السلبية إلى متغيرات إيجابية على مستوى الحارة على مستوى الشارع على مستوى الحي على مستوى القرية على مستوى المحافظة على مستوى الوطن على مستوى القارة على مستوى العالم تشوف ماشي إزاي من الفرد إنها المؤسسات دي بتفهم القيمة العالمية للدور المحدد أو المحدد لأفاق عمل الإسلام يحدد آفاق لعمل الإسلامي الإنساني خارج بلادنا العربية والشرقية تحدد في الخارج تمنا دوري إيه اللي أنا بيخليني أنفعل يا شباب وكلكم شباب إن شاء الله إن أنا أصبح مليش دور في رسم هذه الآفاق يبقى أنا قيمتي إيه؟ ما ليش قيمة يبقى لابد بجمعيات دي والمؤسسات دي بتفهم قيمة العالمية للدور المحدد والمؤثر لآفاق العمل الإنساني في العالم كله ولكن فقط على مستوى الوطن النقطة الثالثة تكون متنافسة مع مثلاتها الدولية كان عندي مؤسسة تطلع مثلا من سوريا من اليمن أو من العراق أو من تركيا أو من مصر أو من الإمارات أو من البحرين أو من ليبيا أو من تونس أو من الجزائر أو من مؤسسة دولية فطرح القضايا المطروحة وها كمان تدع على طولة الاجتماعات قضية عندها محورية عشان تفردها على أجندة المنفع وكذلك تجد الحلول طرح القضايا الشئ وإيجاد الحلول المجتمعية لهذه القضايا الشئ تاني وإيجاد الحلول لا يبنى إلا على البحث والدراسة لا يسأل عن طرية في الكلام والغوائية في الأصوات اللي حنا بنعملها دي النقطة الثالثة النقطة الرابعة أن المؤسسة بتاعة المجتمع المنفعين يتمثل الثقافة معينة فكر معين كيمة معين مجتمع معين وطن معين يبقى الوطن اللي هي خارجة منه ده ما بترفع عالمه سواء كانت في قطر أو زي ما قلت في السعودية أو في الأردن أو في البحرين أو في الكويت يبقى في سعادية كده يعني أديكم أنا مثلا عندي حصل في 2001 بعد اللي هو الحرب الأفغانية اللي هي حصلت دخول القوات الشمال فيها في نوفمبر في 2001 كانوا واحد كان مازال عندنا المكتب بتاع الإغاثة موجود في كامل وكان هو المكتب الوحيد لدولة بريطانيا المؤسسة الإنسانية هنا كل المؤسسة الأخرى مشه فطلبوا تقرير إنساني عن وضع الإنساني داخل أفغانستان في نوفمبر 2001 فجيش الشعب اللي كان مدير المكتب ده الشعب اللي مكنش كمل 30 سنة خلي بالاكم الحد دي شعب ما كملش 30 سنة ومدير المكتب في منطقة من أخص المناطق وكان يتحدث عن الوضع الإنساني المتفاقم في شتاء أفغانستان القارس لأكثر من ألف عدوا في البرلمان ومجل الشيوخ الداخل الدوائر التلفزيونية الداخل إيه؟ إحنا كنا سعاداء لأن اللي بيكلم ده كان بيكلم إيه؟ بيكلم بإسمين نحن؟ إيش بإسم هو كان بيكلم بإسم المؤسسة كان بيكلم بإسم الوطن كان بيكلم بإسم الثقافة كان بيكلم بإسم الفكر كان بيكلم بإسم الفلسفة كان بيكلم بإسم العقيدة نضحي بأنفسنا ومخرجناش من أفغانستان عشان نقف ونقول لكم ما هي أبعاد مشاكل القضية الإنسانية أبغانستان اللي ماذا تتكرر بعد 21 سنة في يومنا هذا ولم تتغير ولم تتغير يضيف إليها الآن بقى اللي هو ماذا تفعله داعش في أفغانستان زي ما إحنا إيه؟ ندعو لمن تشهد ونسميه شهداء في الأسبوع الماضي من التبجيات لحصل أحد المساجد العمل الخيري من أدوان المؤسسات نتعلم بقى إيه؟ لابد لزامن عليها تجدد الدماء وتبرز قادة جدد جدد، جدد، جدد ما يبقى إيه الإنسان من لنا أو المرأة من لنا أو الرجل من لنا إحنا عشرين تحتين أربعين سنة في مكانهم ما يتغيرش غلط شباب يطلعوا يستطيعوا أنهم يعملوا على الساحة المحلية ويفهموا الأبعاد الدولية للرؤى المستقبلية للعمل الإنسان الدولي لابد إبراسها نتقادر جدد نقطة الثانية يا شباب الشريحة الثانية من أسباب النجاح في العمل الإنسان إيه بقى نصلي على النبي وإحنا رايحين إيه نفتر بعد شوية الساعة أربعة في مكة دلوقتي يعني يا بقى أنا أصنع كده ساعة ونصف لسا شوية على الفتار أول حاجة الإتقان أول حاجة الإتقان وحرددها خمسين مرة وأنا بأضرب بها المثل في شركة إحنا عملناها الملابس المستعملة ننبيع الملابس دي من أول يوم كنا بنعرف نقول لا مش هندلس لا مش هننشيل العاطلة على الباطل فأسبح اللي هو القائمة للانتظار ستة شكرا عندنا تمانين صنف من الملابس بالفصول المختلفة والنساء والرجال والمحجبات وغير المحجبات تبقى كل حاجات دي كلها بقول أطفال إله وأصبح إتقان العمل في تصنيف الملابس القديمة هو جزء من نجاح الشركة اللي كان بتعمل بعض في بعض السنين 700 ألف و 800 ألف وقريبة مليون جنيه الأرباح إتقان العمل من طريق هو طريق الحصول على الأجل والصابية نعمل اتنين يعني في الإتقان العمل ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أنه يحب هذا عمل عمل لكم أحد فريقينه وإتقان العمل ده شباب هو بداية إيه الاكتشاف والإبداع الاكتشاف والإبداع وسر النجاح في العمل الخير أنا ما يهمنيش كم من المال أنا جمعته يهمني حينما أجمع هذا المال أننا أكون متقنا وحريصا على كيف أصرف هذا المال وكيف أن هذا المال حينما يصرف كمشروع يكون له أثر مجتمعي إيجابي على المجتمع اللي أنا بأعمل معه ده بالنسبة للإتقان دمرة واحد دمرة اتنين حسن خلق ما ينفعش زي ما قلت واحد يكون بيشتغل بتكلم قال الله وقال الرسول وقال عيسى وقال موسى هو أخلاقه زي الزفت مع مرأته مع مرأسيه زي الزفت مع مرأته مع النساء زفتين وثلاث أزفات مع الأطفال خمس أزفات وعشر أزفات ما ينفعش ما ينفعش إنما بعثته لأتم من مكان من الأخلاق قعدة ليست قاعدة إسلامية إنها قاعدة مجتمعية تبنى على أساسها المجتمعات مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق للمجتمعات إن يكون عنده رسالة أو يكون الأخت عنده رسالة أنا مش راح عشان أتصور وعمل رحلة أنا رحت إيه ياهي أنا رحت أفريقيا والنس غلابة قوي وخطي لسوتين هناك إيه كلام العبيد ده يكون لك رسالة ويكون لك رسالة ما تحسش نفسك إنك بتتصعب على من ينفق عليك اللي سفرك أفريقيا وسفرك أفريقيا وسفرك أسيا وسفرك أسيا هو اللي أنت بتتصعب عليه ده اللي دفعك تذكر الطيارة هو الطفل اليتيم ده اللي أنت يمفروض تكون خادم وانت تكون خادمة له في نفس الوقت أصحاب رسالة وأصحاب قيم وبادئ ولا ولا المين لله سبحانه وتعالى لمرة واحد وللرسول ودينه ده جانب ثم للمجتمعات اللي احنا بنخدمها وأصحاب الحقوق اللي احنا بنخدمهم ثم المجتمع اللي احنا نشأنا فيه لأننا بنمثله ثم للمؤسسة اللي احنا فيها ثم الإدارة اللي احنا فيها ثم 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 لولئات كتيرة نقطة اللي بعدها في الأسباب النجاح نحترم الثقافات الأخرى قبل ما نذهب لأي مكان في العالم عشان نزوره سواء كنا هنروح من أجل التفسح أو اللي هو السياحة أو من أجل العمل الإنساني والخيري يبقى لابد نعرف العادات الناس دي وتقاليدها ايه عشان نحترمها قد يكون عندهم العادات التقاليد تختلف عندنا بما نتهكمش عليهم لأنهم فخراء أبدا 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 نطبق المعايير الإنسانية في حاجة معايير الإنسانية فيها كذا وكذا 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 نعرف ايه ايه ونطبقها وقبل ما نطبقها على غيرنا نطبقها لأنفسنا يطبقها رئيس مجلس دارة على نفسه يطبقها الرئيس على نفسه يطبقها المدير الإنسانية على نفسه قبل ما يطبقها على العمال الإنساني نبني الشركات والتحادة فاتنا بسبب النجاح إزاي حتقوي نفسك وأشده عادك بأخيك أنا بس مش شايف الحاجات اللي تحت يا فاطمة مش عارف الكلمة اللي هو ممكن نشيلها من هنا بتاع تروات دي المربع ده عشان مش عارف أقرى الكلمتين تحت البتاع بتاع رواد اللي هو الصورة دي اللي تحت دي ممكن تزلوها لو سمحتوا حطوها على جنب عشان أنا شوف مش عارف أقرى سمعيني هلو أيوة أيوة دكتور أسمعك بس أعتقد هي من جهتك كيف مش عارف كيف أشيلها لأن أنا ما حطيتها طيب بناء الشراكات والتحالفات أنا بس قريني أنت أخذ سطر بناء الشراكات والتحالفات وبعدها الانفتاح على المجتمعات فكرياً وثقافياً وقيامياً طيب أنا لابد أن فتح عشان أنجح أكون بيتي من جوة مرتب وقوي ومتماسك أستطيع بفكري أن أتدافع مع أي فكر بثقافتي أتدافع مع أي ثقافة بقيمي أتدافع مع أي قيم ليه لأن أنا واثق في نفسي وبنيت مؤسستي من الداخل ده بردك ليه لأنني لابد أن أعرض فكري وثقافتي وقيمي وفلسفتي على الآخرين كما يعرضنوا هما على الأشياء دائماً هم بالناس بيحترموا هذا الأمر لما عايزوا يشوفوا أنت بتفكر إزاي وإيه ثقافتك وإيه قيمك عشان يحترموها الشريحة التانية يحصل إيه بقى يا شباب لما يكون إحنا ما عندناش في إمكانيات أنا يمكن فأخذ المحاضرات اتكلمت عن نظرية الحمار نظرية الحمار دي اللي أنا مرت فيها قلت إن واحدة شباب صغيرين كنا بنشتغل شغل حمير بمعنى إن إحنا بدلاً ما نشتغل خمس ساعات في اليوم نشتغل عشرة ما نشتغل خمستاشة نشتغل عشرين إلى آخر سواء كان في الدراسة ما كنا في سنوي وعدادي سواء كان في الكلية الطب لما كنا هناك سواء كان في الدكتوراه إلى آخر قلتوا يا شباب ما تعتمدوش فقط على المناصرات المجتمعات لو توصلت مع دي بس إيه أنا جبتها لأ لو أنت عايز تعمل إحداث وتغيير في المجتمع لابد يكون عملك قلت أنا في الدوحة مع بعض الشباب وقالوا إحنا بنشتغل يعني أربع خمس ساعات في اليوم وبنام ثمان ساعات أو عشر ساعات زعلت أنا قوي زعلت قوي قوي إيه عشر ساعات دي وإيه ثمان ساعات دي الحمار راح فين أخذي بالك يا شباب أنا بحب الحمار وكان فيه أغنية بتقولك بحبك يا حمار لأن الحمار عنده صفات أتمنى الله يتمنى أتمنى أن يكون أشتغل مع ناس وأنا منهم يكونوا بيشتغلوا كالحمير دي المرة واحدة اللي هو الدقابة في العمل والإثقان في العمل ديما يتنين إن أنا أعود هذا النقص المادي بالقراءة والإطلاع ولما ألاقي فيه أرش تعمل مجانية أروحها لما ألاقي فيه مؤتمر مجاني أروحه عشان أتعلم أنا ما عنديش فلوس يعني مرة من المرات لما أسقلت في المتحان اللغة وأنا بعمل اللي هو المتحان الرخصة عشان أشتغل في بريطانيا في السبعينيات تشمعني فلوس كنت بعمل إيه؟ كنت بروح للكنايس عشان أقعد مع الأسيس كنت بروح لجامعات الدينية المسيحية كان بتاخدنا تعملنا كذا عشان أتكلم وكانتش عندي فلوس عشان إيه؟ أدفع درس خاص باللغة الإنجليزية فكنت بعد مع الأسيس وبروح الوارس اللي بعملوها دي كلها بلاش عشان أتعلم ثقافتهم وفي نفس الوقت أداء مرن نفس إيه؟ على التحدث باللغة الإنجليزية وده الحقيقة حصلت دي أخش في تجارب مختلفة عشان أتعلم منها واستفيد من تجارب تانين يعني وأنا معايا جمعية أخرى وتانية وتالتة وربعة تبنتوا فشلتوا إيه؟ تبنتوا مجحتوا إزاي؟ أتعلم منهم أتعلم منهم لأن التعلم ده يعني إيه؟ يعني علشان الخبرة بتاعتهم دي أخدها جاهزة أخدها جاهزة ما دفعت شاورة مالين نرنبع نبني شراكات مع الآخرين لأن برأي الشراكة دي هتقلل التكاليف الإدارية وحتقلل التكاليف المبديل المشروع نعمل شعب مليون مليون ليرة ولا اثنين مليون ليرة ولا عشر مليون ليرة أو في مثلا دينار نصف مليون دينار أو مليون دينار إيه الأخير فلما يكون في جمعيتين ثلاثة مع بعض أو أربعة كل واحدة مليون دفع مئة ألف أو مئتين ألف غير لما يكون جمعية واحدة ما عنداش المليون نعمل حوارات داخلية في المؤسسة نفسها تعرفوا إيه؟ وورث عمل في المؤسسة تعرفوا إيه؟ بين العاملين علشان قد يكون الحلول اللي عندنا في المؤسسة هي عند العامل اللي إيه؟ اللي هو الحارس والبواب والسائق والإيه؟ والمنظف مش عند المدراء ونحضرهم معانا نقولهم إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ المادية ها؟ والمانحين والمتخصين للآخر يقال ليه آخر واحدة فاطمة؟ هنا عامل الثقة بين المدراء والعاملين والمتطوعين والمانحين الثقة مهمة جداً مفيش مؤسسة هتمشي الأمام وكل موظف فيها بيبص الورا أو بيبص جنبه أو بيبص فوقه أو بيبص حواليه يعني مش واثق في اللي حواليه ده بيتكلم على ده ودي بتتكلم على دي وده صاحب ده ودي صاحب الده وكلنا أصبحنا إيه؟ يا ريت عزب أصبحنا أفراد متشاكسين لو الإنسان الموظف مش واثق في قدرته عمره محياتك أنا هكون كل المنتظر هو أنه إمتى أنا هأخطئ عشان يرفضوني من الوظيفة بتاعتي فده الثقة فلابد مسؤول المؤسسة للمدراء الكبار ورؤساء مجالس الدولات هم يبثوا الثقة دي في مين؟ في المنظف وفي الحارس وفي الساق قبل أن يبثوها في رؤساء الإدارات العليا أو مدراء الإدارات العليا بالتالي نروح للميدان ونشتغل مع أصحاب الحقوق نكون إحنا واثقين في رسالتنا واثقين في مؤسساتنا فنقاتل على تحقيق أهداف المؤسسة ورسالتها وستراتيجتها وقيمها وأقلقها في داخل هذه المجتمعات فتؤمن بها المجتمعات بعد كده يا فاطمة يعني ايه متعلمة؟ معلمة مؤسسة معلمة متعلمة يعني أنا أعلم اللي تحتي وأتعلم من اللي فوقي واللي جنبي يعلمني واللي وراي يتعلم منه يعني كل واحد فين يعلم التاني يعني في المؤسسة يا شباب ما فيش معلومة اسمها تكون خاصة على قطاع معين أو خاصة على شخص معين أو خاصة على إدارة معينة أبداً وما فيش مؤسسة تقول لك المعلومة اللي عندي دي دي بتاعته هي بتاعت المجتمع بتاعت المجتمع اللي إديك فلوسه وإديك أبناءه وإديك المعلومات اللي انت بتتكلم عليها عشان تؤثر بها وتنظر بها أمام المجتمعات الأخرى تبقى أنت قائد وهم عادين ايه وراك ولا شيء يبقى المؤسسة المتعلمة المعلمة يجب عني يجب عن نصب هذا الشخص أو المؤسسة المعلمة المتعلمة وده معناه متعلم من الآخر وأنه أعلمه في نفس الوقت أوعى متعلمش اللي حواليك أوعى وحذاري لأن اللي صرف عليك في وظيفتك ديها وصاحب الحق اللي ما عندوش وسيلة يتعلم ما عندوش وسيلة يعيش عيشة محترمة ما عندوش وسيلة يسكن سكن محترم أو يلبس لباس محترم أو يأكل لأكلها محترمة فأوعى وأوعى وحذاري وأنا بضعى هو أنه متعلمش اللي حواليك سواء كان اللي حواليك دي العمال أو خدام أو سائقين أو أو إلى آخر الكبير يعلم الصغير والصغير يتعلم من الكبير في نفس الوقت دي المعلم المتعلم القاسي مننا اللي مثلا إيه أما جانا أقول أن أنا عندي مكتب في أفغانستان أو مكتب في الصين أو مكتب في الهند بتوع الهند دول يجوا يعلموني بتوع الصين يجوا يعلموني بتوع الأفغانستاني عندهم تجربتهم الصارية وبتختلف عن اللي عندنا هنا في تركيا أو في السعودية أو في مصر أو في لبيا أو في تونس أو في جزائر أو في الكويت أو في الإمارات أو في المحرين أيها الأخير ندر أصحاب خبرة وأصحاب معرفة وأصحاب تجربة مش عندي. تكون دورة تعليمية داخل هذه المنظومة متناسقة ومتناسقة داخليا. كأنه نظام كده بين افراد من العامل والحارس للمدير الرئيس داخليا. فكل ماشي زي خلية النحل. عارفين خلية النحل? زي الخلالة اللي عايش فيه او ودي النمل. عارفين ودي النمل ممنوع ازاي? ودي كبير. لكن كل واحد فيه متماسك ومتناسق في عمله مع الداخليا. وخارجيا يكون الدورة التعليمية منتشرة خارجيا. عشان ايه? عشان شيء واحد البحث عن المعلومة التي تنقصنا فنصنع منها المبادرة التي نحتاجها لخدمة المجتمعات. يبقى داخليا متناسقة متماسقة بالافراد من العامل والحارس المدير والرئيس. وخارجيا ها منتشرة ها? للبحث عن المعلومة. فسيحه في الارض. مش السياحة فقط. سياحة امات الجهاد. والجهاد هنا في العلم. طلب الرزق. في الدفاع عن الانسانية الاخرية. خارجيا منتشرة خارجيا في البحث عن المعلومة تنقصنا ونصنع منها المبادرة التي نحتاجها لنخدم بها المجتمعات ليس لنخدم بها انفسنا. لان العلم والتعلم والثقافة والتثقف والفهم والتفاهم هم إلا مسارات لبناء المؤسسات. ها? وتماسك المجتمعات وتشييد الحضرات. الاصل العلم والثقافة والفهم. لذلك اول كلمة في القرآن انزلت كجزء من آية كانت اقرأ. وانا بكررها في كل مرة. ويقرأ مش معناها ان استغفى العظيم رب الله مش عارف سيد محمد ما هو بقارئ. او سيدنا جبريل ما عارف ما سيد محمد ما هو بقارئ. او معرفين ما هو بقارئ. لكن اقرأ يعني ابحث عن العلم وعن المعلومة لكي تصنع المجتمع. كيتبني المجتمع. كيتبني الحضارة. كيتبني النهضة. كيتبني المؤسسات. اللي بعدها يا اخت فاطمة. ايه عام التمييز دي؟ بعضها. قد يكون متكرر فيه او غالب اخر. ان انت اصلا هتكون متمييز في ايه. كل بيعمل نفس الموضوع. رمضان وقضاعي وقرباني وكذا وكذا وكذا. تعمل حاجة جديدة. اسمها ايه. ثقافة الجودة. الجودة. يا يعني ايه الجودة. والاتقان والتمييز. اذا عامل على احدكم عامل فاليه. فاليدخنوا. يعني ايه يعني انا لما حكفوا اليتيم. وحقول عليه. ان انا بعمل له برنامج. يبقى من الاف لليه. عشر نقاط. بنفذها بالزبط. بحيث لو اي مانح او اي انسان راح تكلف مع اليتيم. لما لم يجرد موجود انا. هيقول له ده بيعمل كذا وكذا وكذا. فايف انا اتقنت. ليس فقط اتقنت واجت في الاتقان. الجودة ايه. في الخلق. عند المتقنين. يعني ممكن تتقن العمل لانك حالة في معنى. لكن تكون جيد. يبقى ده شيء تاني. الجودة معناه ان انت عندك خلق كريم. يضاف الى المعلومة اللي هي المهنية الحرفية اللي عندك. يبقى ايه. لاتقنت شيء. والجودة الخلقية شيء تاني. والتميز في العمل. انك العمل كلهم بيبنوا. مثلا احنا ايه. كان فيه بلد من بلدان. كان حصل فيها فرادان اسمها ملاوي. فكان فيه جمعية بتبني ب 1500 دولار او 1500 جنيه. وكان الجمعية تانية بتبني ب 5000. فطبعا المانح قال لك لأ نحرار ب 1500. السنة اللي بعدها حصلت مطر راح البيت. بصوا الجمعية الخلق ب 5000 البيت موجود. يعني معانا ايه? معانا لما ما خد الخمس سلاف. خدها على دراسة. وعلى بحث. صحيح يا اداة الموزن دلاتة. لكن العيلة عارفة ان في بناء هذا المنزل. في مقومات لتقاوم تغيرات طبيعة. التاني مفيش. فبعد اتناشر شهر ال 1500 جنيه راحوا. فطبعا في حاجة بالانجليز يقول لك ايه? يعني بيقصاص بقى في المنزلات دي. الشطار دول مش حامش معانا. دي المرة واحدة عشان اتقافت الجودة وقتقام المنتميز. نعمة اتنين. روح الابداع. تخلي المتطوع عندك. تخلي اللي هو الموظف الصغير عندك. وتخلي الموظف اللي عندك. انت كرئيس مجلس دارة. انت كرئيس مؤسسة. انت كرئيس قطاع. او كرئيس مجلس دارة. تخلي دولهم. انا عايزة كل واحد فيك ويطلع عمل مبدع. يتحدث عنهم الاخير. تبقى الروح التنفسية اللي تخلق الابداع. تنسوري روح التعلم. المستمر. فوق كل ذي علم العليم. العمل. والعمل الخيري والانساني والاجتماعي كل حاجة الاسائل. الاسماء الكثيرة دي كلها. لا يتوقف. ليه يا شباب. لان المجتمع ينمو عندنا كل يوم. نمو معقد. مراقب بالثانية. بالثانية او بالفانتوم من الثانية. ولحنا لسنا لنا دراية بها. والذي له دراية بها فقط الله سبحانه وتعالى. يبقى انا اخلي كده الانسان اللي عندي الشاب الصغير ده والشابة دي. الموظف يعني عايز ايه؟ بيدور على الابداع عشان يبدع المجتمع. او يبدع الاشياء. عشان يخلي العمل بتاعه مبدع للمجتمعات. بناء على التعلم ومستمر. ارجع الاستقل احنا كلمان في الفريحة اللي فاتت تعزيز ثقة المجتمع بمنظمات العمل الخيري. يعني ايه؟ يعني ادوقتي بحصل في بعض عدم ثقة عند بعض المنظمات السورية في الماكمة معينة. خزن في الداخل السوري. ايه شعاعات ومش شعاعات وكله كلام فارغ. انا عازل الاستقل عن المجتمع عزي ابناء. اعرم المجتمع. اكون عندي شفافية مطلقة مع المجتمع. اكون عندي مرجعيات المجتمع يعرفها. اتكون حساباتي على الملأ. مستخبية. لو اخطأت اقول المجتمع انا اخطأت. لو انجست اقول المجتمع انا اجست. اشرك المجتمع معايا في رسم مسيرة البرنامج الاجتماعي او التنموي او الثقافي او التعليمي او الاغاثي. من اول يوم. فانت خفال المجتمع. وضع مرجعيات زي ما انا قلت. واصلص لقياس لقياس الاثر. ازاي انا حيث الاثر. انا دخلت في قرية من القرى وقلت انا صرفت مليون دولار. على مية وعلى تعليم وعلى صحة وعلى كذا وعلى طب فين الاثر. طب كم واحدة اتعلم. وكم بنت اتعلمت. ولما اتعلموا بقوا عاملوا ايه. هل اتعلموا فصلت اتعلمت ايه. هل دخلتهم على التنم كتاب وحفظتهم في قرآن فقط. ولا اصبحوا يحفظوا القرآن. يفهموا القرآن. بقى ان بقياس دخلوا جامعات. بقى ان اصبحوا منهم اللي تلعى مهندس. ولتلعى طبيب. ولتلعى يعني راجل اعمال. الى نخلي المجتمع عاثق فينا. ننشر افضل ممارسات والتجارب اللي احنا عملناها. عشان نشجع الشباب اللي هم مش 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 منضمين العمل الخيري او العمل انساني انه هو يعمل حاجات احفظ من كده. نستفيد من التطور في المجالات العلمية والتكنولوجية والتصالات والتواصل. في بعض الوسائل النكحة في التميز وابتكرة هي زي بدأ. علاقتنا مع بعض عشان ديها جمع الجاية ديها عشان نجمع الأبوات. عايزي مسلا ان نتفق مع شركة مش شركات تتبرع علينا مسلا بمليون ميل. او بعشرة تلاف ميل. علشان مش عايزنا مش هديك فلوس هي. لكن هم لتك والله انا المليون ميل اللي هتضوم لك دول حيكونوا يساووا مسلا خمسين او مئة اه تسكر الطيارة. تاخدهم في خلال سنة. مسلا. المتحديات اللي عند الشباب والسباقات وتسلق الجباد والحاجات دي كلها الى اخيره. المراثونات والخفز من الطائرة بالبرشوت. دي كلها عشان ايه? تجذب المجتمع كايه? يقول لك اه الجمعية دي بتعمل كل سنة مراثون. او كل سنة بتطلع اه اه مجموعة من الشباب بيطلعوا القمة افرست. او يروحوا سحراء المغرب. او روحوا الصحراء الغربية في مصر. او يروحوا الصحراء في السعودية اللي هي الرمع الخالي الى اخر. وبيجمعهم من خلال هزا تبرعات. اه وفي حاجة كان جميلة جدا في بروسانيا اسمها كوميكريليف اللي هو انت جمع التبرعات عن طريقة ادخال السرور البهجة والضحك على الشباب والاطفال. دي بعض يعمل التميز المتماسية الجمعية. افضل يا بعد كده. بالاهم الاستدامة احنا عايزين كلنا عايزين تبقى جمعياتنا مستدامة. تفضل موجودة ابدا الظهر. زي ايه? انا بضرب الجمعيات امسيب الجمعات اللي موجودة بقى اكثر من مئة سنة. يمكن انا تقربتي في الجمعيات العربية دي بالجمعيات الشرعية. اللي عدت مئة سنة. في مصر. في جمعيات اسمها اللي هو الجمعية الانجليا. دي دلوقتي بقى لها اتنين و算عين سنة اتنين وسبعين سنة. في جمعيات يسمعها جمعيات سعيد. برضا جمعيات الكاثوليكية. دي بقى لها يمكن قرابة تسعين سنة. أكسفان يمكن تسعين سنة. كل جمعات دي بقى لها عشرات السنين. بس انا عايزها يمكن ان تقربع مئات السنين. إزاي من الأشياء اللي بتحقق الإسلامة أنا قلتها قبل كده تكوين التحالفات والمنتديات وعمل التفاقيات بنا وبالمنظمات وطنية وبوزنات غير وطنية الانتزام بالمعايير الشبابية والتعاون المحاسبية عدم التنافس على المال لأنه هو يفرق الناس ولا يجمعهم وعدم الكيد والمكيدة لزميلاتنا وزملاتنا في المؤسسات الأخرى نتنازل من أجل أن نجيب لوحدة بتاعت هذه الجمعيات عشان يوضع مع طاولة واحدة بعد كده الخروج من حيث المنظور النمط التقليدي لما أنتنا في الأول نعمل نفس الشيء لو إحنا جينا وعددنا والوظائق إيه أول عشرين تلاتين مشروع بتنفذوا الجمعيات العربية والإسلامية قد تليهم واحدة استنباه واحدة استنباه واحدة إيه الجديد؟ نفيش جديد كل يسبح أن يسحى من النوم في رمضان كل يسحى في النوم على الكوارث كل يسحى من النوم على الأضاحة ده ده اللي هم هي الثلاث مواسم إما كارثة أو رمضان ومشاريعه أو الأضاحة ومشاريعه الخروج منه حيث المنظور النمط التقليدي اللي بيقوده المتبرع النموات التقليدي ليس فقط في التنفيذ ولكن في إدارة المؤسسات مين يبدين المؤسسة؟ أنا أغلب المدينة المؤسسة ناس طيبين على خلق كريم متطوعين لا يستفيدوا منها مادين لكن ما عندهمش أفق في مجالات الفكر الإنساني المؤثر للعمل الإنساني الوطني والعالم جزاكم الله خير ما تفتحونهش لأنه في النهاية العملية مش أكد تشرب نايم تلبس العملية تطور تقدم وجه ابني ارفع دافع قف افرز مش أكد تشرب نايم مش أكد تشرب نايم إيه لبس خلوق من حيث المنظور النمج للتقليدي للإدارة المؤسسة ونتقل بقى الحيث المراحل التي نريد أن نصل إليها والأهداف التي نريد أن نحقيقها وسوف ساعدنا على التقليد الجديد لكيفية تاخل الإسلام من غير ما نطور المؤسسة مش هكون في إسلامة والتطوير ده شيء دائم دائم يعني إحنا مثلا خلايا الدم في جسمنا بتتغير كل مئة واثنين مئة وعشرين يوم لو فضلت زي ما هي حصل لنا غلط طيب بتتغير علشان يا ربنا يجد بيها دورات الدم اللي فتاخل أكثر إيش دخل القوة النعمة ودي كان جزء محاضرة أخرى نعمة كنتم سمعتوها قوة نعمة هي قوة سيابية سهلة تدخل أي مكان لا تستطيع أن يدخله أحد هي قوة نعمة إحنا مش فاهمين إن العمل الإنسان يحمل أم ده هو نفسه قوة نعمة لابد إحنا نقف وقفة قوية جدا عشان مع أنفسنا عشان نشوف إزاي نستفيد من هذه قوة نعمة لكي نتصل بفكرنا وثقفتنا وقيامنا وأخلاقنا إلى المجتمعات التي هي صاحبة حق في المال اللي عندنا العمل إنساني قوة نعمة إحنا مش من ندرك إحنا بنحول عمل إنساني مجرد إيه مشروع وخلص برنامج وخلص لا هو عمل يجمع حوله شتات الأرض يضم الجراح ويكافك في الدموع ويبني المجتمعات ويربط الأواصر ويؤدي إلى وجود قيادات مجتمعية تستطيع أن تقف من أجل دعم مسيرة الحرية وبناء المجتمعات في الأوطان دون أن يصلنا بأحد وإنت بتعمل تشوف إيه قوة النعمة دي لابد أنت شخصيا في مؤسستك أنت شخصيا وإنت شخصيا أنت وأنت متسويين تحددوا معالم هويتنا الثقافية بتاعت المؤسسة لازم يكون لك شخصيا لازم يكون لك هوية والمعالم دي بعض الناس هيحبوها بعض الناس هيخفوا منها بعض الناس هيكرواها بعض الناس هيحرسوا عليها وبعض الناس مش هيعرفها لازم يكون لك شخصية شخصية أخلاقية شخصية قيامية شخصية فلسفية شخصية نتكلم فيها الشيوعية شخصية إسلامية شخصية علمانية شخصية إيبرالية ما كذا إيه شخصيتك أنتك مؤسسة ونقيم علاقتنا مع القاية المختلفة في نفس نقيم ونقيم نقيم ونقيم من أهم القوى النعمة نتكلم خلاف العمل الإنساني الإعلام والأدب والفن والاستقراف والأزياء والطعام والجياد والتكارج وهكذا لكن لابد يا شباب تعرفوا العمل الإنساني قوة نعمة كالحرير تدخلك إلى أماكن لا تستطيع أي قوة أخرى أن تدخلك إياها دا العمل إياه؟ الإنساني وقوة النعمة دي بعد كده لما بنتدرج فعملنا الإنسان إحنا خرجنا من التقليدية للتكديد للقوى النعمة ما NEW إيش معنى الآخرين يعمل حاجة اسمه ديبلوماسيح إنسانية إيش معنى الآخرين يعملوا إيه ديبلوماسيح شعبية وإحنا عادي م بنعملش حاجة يقولنا ديبلوماسيح نبقى زيهم يقول نيسängerنا زيهم يقولنا شعبية نبقى زيهم طيب احنا منعملش ليه عادينا منعمل ايه والامكان دي كلها معنا ماينفعش بقى احنا في القرن الواحد وعشرين والمعلومة متاحة زي الماء والهواء ده مال المعلومة عشان كاي الشاب يجيبها هو احنا لما كنا نحب نجيب معلومة كنا نروح مكتبة عشان نجيب كتاب ونقعد نقرأ في الكتاب ونطلع ونقول الكتاب وقال كذا في حتة المعلومة دلوقتي المعلومة بتجيلك بالتك على الايه الانترنت اتكد على انترنت دي احنا ما تعاودناش عليها كنا بنمشي كان فيه مكتبات كبيرة ونقيد كتب صفرة ليه حواشي ونسأل المدرس ده ومدرس ده ومدرس عشان ناخد معلومة منهم عشان نتعلمها ونحفظها انتو الزوات يا شباب كل حاجات دي متاح عندك سواء هنتقمنا ده المسايا نعمة هنتقمنا ده المسايا شعبية هنسميها قوى نعمة كل هذه الاشياء انت مفروض يا شب يا شب تعملوها عشان الاخرين يلتزموا بما افرصموه من قيم الدبلوماسيات سواء كان انسانية او شعبية او قوى نعمة بتعفيد بقى يبقى الدبلوماسيات الانسانية مهمة جدا ممكن انتو قوله اتدخل الدبلوماسيات في العمل الانساني لا 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 بيستفيدوا منهم فانهم بياخدوا منهم التقارير الانسانية للمناطق اللي فيها صراعات مسلحة والدول والحكومات عايز تعمل حل معين فبتستشير مين بتستشير مؤسسات الانسانية على الارض سواء كانت محلية او دولية تحت غراء او تحت غطاء هي مؤسسات ام التحدي طبعا ده بيكلم عن الدبلوماسيات النعم الانسانية في خبرات فيها في مؤسسات انا في الحتة دي بس نحاول ايه احنا عندنا خبرات متراكمة داخل المؤسسات حتى لو الموظف مشي يكون فينا بين ايه خطرة فيها خطرة فيها كده ها علشان يرجع لنا بخبرته في اي شيء نعمله كمتطوع ما نقطعش الحبال بالنبل وقد تكون هي حلا لعدد من التحديات اللي بتواجه بمظام الانسانية ما فيش حاجة اسمات يعني صدامية انسانية لو انت صدامي بالعمل انساني ما حتش عود معاك حتش عود معاك لكن دبلوماسية ان انت تعود قريتك الانسانية بدبلوماسية راقية يلتف حول الاخرين طبعا يكون في بعض المعايير اللي هم نتكلم عنها اللي هيا الحيادية والاستقلالية والشرفية والمرجعية والانسانية والمشاركة وعدم الحياس دي كلها معايير العمل الانساني على مستوى العالم كله خلاص نقطة اللي بعد كده ايه بقى المشاكل اللي احنا بنواجهها هون حاطينها ايه نجيبها في الاخر خالص 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 طيب اول حاجة نقص المعارض البشرية ده الكفاء منحاول ندور بابرة شايفين الابرة بس عايز يجيب ابرة ما عرفش الكاميرا مطلعة هادي الابرة هوا زي العلم في البحر على سمكة يد سمكة يعني اه حوت لكن سمك اه سردين فاعدين نشتغل في العمل الانساني خاصة في الام دي اذا كان عمل ده نقتب عن المنطقة العربية او مع المؤسسات الاسلامية عشان الحرب اللي دايرة ضد الانسانية نعمل المؤسسات العربية والاسلامية دي امره واحد عندنا عجز شديد شديد انا بكلمك عن مستوى اوروبا وعن مستوى امريكا مش مستوى العالم العربي هنا في بحبوحة العش والساعة الافق السياسي والمساعات الحريات عندنا عجز شديد في المارض البشرية ان الجامعات تكلست واعتمدت على ما هو موجود مربتش ما سوف يكون موجودش هنا بعض دي نمرة واحد نمرة اتنين من مشاكل الثقافة الانا انا 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 انت مين انت اتخافت فردية والشالية اه مش شكلية الشالية والاستئثار اه مش ايه مش يقتلنا على انفسهم لا يستقتلنا لانفسهم لجمعية بس دي بتدمر كل شيء هناك الحالقة تنفسد ذاتبين عدم وضوح المرجعيات المحاسبية ونقص معالية السخفية ما بتقولش كل حاجة عندك بتعمل تقريب مالية مضروبة يعني في احد السنين شافر الحكومة التركية والحكومة السياسية لقوا ان الفلوس اللي موجودة في البنوك اقل بكثير جدا بقضية السورية بالذات وغيرها من الفلوس اللي موجودة في ادبيات الجمعيات يعني مثلا ايه في البنك في خمسة مليون او انا صرفت عشرة مليون طب فينا خمسة مليون تانية كان في اترافة عمل من تلاتين سنة تقريبا خمسة عشرين سنة فمسؤول الاتلاف ده تعرف عمل ايه؟ انا مش حاول بالتفصيل يعني ما حدش ايه يزعل من الشخص او يزعل مني جمع كل الموارد المادية بتاعت الجمعيات اللي في الاتلاف وعملها كموارد مالي للاتلاف بتاعه فاصبعت بومبة مليار دولار جمعين دول كان في بقى شخصيات سياسية على اجتماعية على كذا صلطة كده فصنفوا الاتلاف فبدأ عدم مضوح لمرجعات المحاسبية ونقص معينة الشرفية الثالثة العشوائية عدم مضوح الاتلافة الرابعة اللي هي العشوائية يصف حاسبية الى رئيس المجلس يقول لك اه 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 اكلمني فلانة اه كلمتني فلانة اه 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 دي يعني كأنه هو قاعد على دبوس فالمؤاخذة فين دراسة فين البحثة ما فيش داحة بقى نوع انه نبقى نبسه من نظف خمس الاف انت مش هزيف خمس الاف دولار ودخي في مشروع بمليون دولار ولا باتنيه مليون ولا بكذا كذا ممكن بعدها ما يقولوا لادراسة والبحث دي المليون او الاتنين مليون اضيعوا عشان انت ما اقومتش لهم دراسة كلمتينك خمس الاف دولار او خمس الاف جنيه او مثلا خمسين الف ريال او درهم الاخر. يتبقى القصور والانكفاء الفكري. عدم موجود نظام تلاول السلطة. وشافية اختيار. يا فلان خبص قد التليفون اهو. صباح الخير يا فلان صباح النور. ايه رأيك تجيب تبسك انت رئيس مجلس لا. نرتبها مع بعض. طب ايه رأيك انت مسلا ايه? تبعتلي واحد يكون ايه? يعرف ايه من حبة مشاريع. نرتبها مع بعض. ايه رأيك? عندك فيه اخت كده نجيبها. ان نوظفها عندنا. يعني تبقى بس حاج صورة حلوة كده ان احنا عندها نسمان. نوظفينهم. نبعتلك يا فلان. ايه الكلام العبيد ده? دي مشاكل من واجهة الى الان. عدم موجود تلاول السلطة. وعدم موجود شافية. بالتليفون. خلط الاوراق. انا عمل انساني عمل انساني. عمل سياسي عمل سياسي. عمل اقتصادي عمل اقتصادي. عمل درامي عمل درامي وهكذا. اتخاصص في ما هنا فيه. عمل ديني عمل ديني. عمل دعوة عمل دعوة وهكذا. لكن ما بقاش انا اه كله على كله. لما تشوفو قولوه. دي كان اغنية زي ما بيغنوه في مصر. كله على كله لما تشوفه قوله تقوله ايه الله معرفه يعني ايه كله على كله مش عارب تكنية غنية يعني ده على ده يطلع ده ده انت عارف ده ايه وده ايه ولا اللي حيطلعي شكل ايه تتوقع كامل يوجع البطل مش عايزين نبني ساركات مع التانيين لان احنا متعورين من جوه وعن حالك كنا يعني لا 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 اصلي قيامنا اصلي كذا اصلي كذا اصلي حيث عمني بس ايهنا عبدنا دي مساكن مفيش ما بنسخش في الشاب والنساء وهم يمكن تلتين او تلات اربع المجتمع وكل واحد في الفئتين دول ليه ثقافة تختلف عن ثقافة الرجال وليه عواطف وليه تكوين جسمي وجسدي يعني وروحي تختلف عن الرجال تماما والمجتمع يحتاج التلاتة احتاج الحركة والفتوة في الشباب حتى بك العاطفة والرحمة في المرأة واحتاج الاسترابة والقوة اصلا والاسترابة والقوة رجحت العقل والحكمة في الرجال القوانين معناش قوانين ولا لوائح انا مجاعدنا واقنا بقى جابنا القوانين اللي هي موجودة على الراف بتنفذها حطينا لوائح بتنفذها او يكون في قوانين ولوائح الحكومة عاملها بتعوق الشأن عمل الاثنين يا ماتل داخليا انا بنفذشي او الحكومة عاملة قوانين هي بتعوق العمل على مستوى الوطن وعلى مستوى الدولي عدم وجود خطة الميزانيات وعدم الالتزام بالموجود من خطة الميزانيات ممكن نعمل خطة من ميزانية ونعمل استراتيجية ملتزمش بيها ملتزمش بيها اريلي اخر واحدة فاطمة عدم وجود خطط وميزانيات وعدم الالتزام بالموجود من الخطط والميزانيات اللي بعدها العلاقة بين الجمعيات ومراجعها الحزبية الدينية العرقية والفكرية ايوة ودي خطيرة قدم انا ليس عندي اي غضادة على الاطلاق ان حزب معين يعمل نفسه جمعية قولي الجمعية بتاعت الحزب اكس جماعة الدينية تقولي الجمعية دي بتاعتي مرجعية الدينية تقولي الجمعية بتاعتي عرقية تقول دي بتاعتي بها كزم لكن نعم الجمعية يبقى وجهتها شيء وانا بقعدتها من الخلف لا ماينفعش 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 يوم من الايام حتد ايه حتتعرف وحتوق لك الجمعية ياريتها بس حتوق لك الجمعية حيوسائل كل القطاع الخيري في بطنك شوف ايه لك ايه شوف الضب يعمل ايه حيوسائل كل الاحزاب والناس الحزب واحد وكل الجماعات الدينية والناس الجماعات الوحدة كل العرقيات والعرقية واحدة ليه لان احنا فاكرين ان احنا ايه يعني ايه احنا ستار قوي لا انت مش ساطر ده التليفون ده الشباب اللي انتو شايفينه معايا عرف انتو شايفينه ولا لا في برنامج رعبك وانت فقط النوم بتاعتك تسجلك وتصورلك كمانا بتخبي على مين بتخبي على مين والتالي لو كان هناك اي علاقة عضوية اعلنوها مفيش علاقة عضوية اعلنوها ايضا لكن تحققوها بعد كده يا فاطمة مفيش قيمة عمل حيقاس من غير اثر ده النهاية ده النهاية جزء من تكلفة البرنامج والمشروع انك تقول والله المشروع ده حيكلف مئة الف فيه في الاخر عشرة تلاف لقياس الاثر وايلا احنا بنهدل اموالنا بدون ان نعرف اثارها الاجابة عن المقدمة تتحط في داخل مكونات المشروع ما جيش مانح بالك لا انا اثر الا حقيسه لا انا هتدريب الا حقيسه لا ما ينفعش انت اصلا ما بتدلقش مية على ارض سابخة لو لم تخص الاثر وتدرب الكفاءات وتؤهل الكفاءات ها هيبقى كأنك بتصب ماء على ارض سابخة لن تخرج منها لن يخرج منها زرعان وانا مع المنصة اخواننا بتاع الرواد باشكرهم جزيل الشكر ومع زرعة انها طولت شوية في الكلمة لان البرنامج يعني يعني الاخت ام الشام او الاميرة تقول لنا يعني هي قبسات كده لو طبعا وروحنا في رمضان عالية في اخر عشر ايام يعني وانحانا نقول ربنا ايه يعني اكرمنا انا والاخت فاطمة عشان ايه نحاول نوصل لكم المعلومات اللي عندنا وهي معلومات مش جديدة ومعلمات مش مبتكرة ومعلمات مش في ابداع لكنها معلومات علشان اني ما يعرفش يعرف وانهنيكم ان شاء الله اه بخواتيم رمضان تكونوا من الانتقاء اه النار ان شاء الله وتكون منسا تكون الجنة من جميع بوابها ان شاء الله وفي نفس الوقت نهنيكم بعيد الفطر المبارك واحتمال انكم عندي كلمة تانية ما اعرفش هتعلن عنها اخت ام الشام فيما بعد في المنصة في رواد ان شاء الله ونشكر للشباب اللي كانوا معنا اخت ام الشام معنا نعم في نهاية هذا اللقاء نتوجه لا 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 قولي كده بس كلام الرسمي ده نعم شكنا جزيلا لا لا انت اشكر الناس اللي عندك اللي عندك دول اللي عندك العديد نشكر الاخوة والاخوات الموجودات معنا نتشكر ايضا الاستاذة فاطمة على فسن الاداء والموجودة معنا وجزيل الشكر والامتنان للقدوة الحسنة في العمل الانساني الخيري الدكتور هاني البنة ان شاء الله على امل اللقاء بكم يوم الجمعة بإذن الله شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وجعله الله في ميزان القمعة على الخميس يا ام الشام فاطمة حددت الجمعة انت قلت 28 و 29 عشان بس ايه عارفين هنصلي انت وصار بعض هنمتش مشكلة ان شاء الله ننسق في المنصة في المنصة بإذن الله على الفيس وننسى الاعلان ان شاء الله يكون الاعلان منتشر اكثر بإذن الله انا حددت لا أعلم قوم الجمعة اتواصل مع فاطمة بإذن الله توقعنا الله بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا